لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد لأنه كان هناك مخطط لأنه ما كانش ثقافة الدولة في التعامل مع مثل هذه الأحداث هناك طريقة عصابات كل عصابة تريد أن تسقط الأخرى اللي تتمكن من الرئيس طيره حتى شفنا البارح تحدثوا على إنجازات الرئيس ولا صورة وحدة للقيد صالح في التلفزيون شكوين اللي صنع هذا اليوم صنعوا القيد صالح أنتم قلتم في تلك المرحلة أنها المؤسسة العسكرية أن الجيش الوطني الشعبي بقيادة القيد صالح لذا ماذا لم تظهر القيد صالح لأن هذه الإشكالية هذه الثقافة اللي موجودة عند العسكر العسكر كل قائد جديد يجيه يحاول يمسح أثر اللي سبقه وهكذا ما تكونش الجيوش قوية الجيوش القوية تحترم رموزها القيد صالح تتفق معها وهو اللي تختلف معه قضى سنوات طويلة وهو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع وما حدث في 2019 صنعوا القيد صالح إذا كان جيت شطبته القيد صالح معناها هذا المسار إما أنك غير راضي على هذا المسار معناها رك تعمل ضد هذا المسار أتبون هو نتيجة هذا المسار طبعا أو أنك فقد تريد أنت الظهور وهذه ما هيش حتى شفناهم واش داروا بعد الثورة حتى نسى الشهداء خدموهم منظفات أولاد الشهداء طيشوهم طيشوهم وشفنا واش حدث هذا هو طبع الجزائري الجزائري لما يصل إلى مكان يرفس اللي سابقه وهكذا الجزائر تقفز من مستنقى إلى آخر لا يمكن للدولة أن تتطور بهذه الطريقة لا يمكن للدولة أن تبني مستقبلها بهذه الطريقة الدولة التي لا تحترم رموزها ولا لا تحترم شهداءها ولا تحترم مجاهديها لا يمكن أنها تصل إلى مكانة بين الأمم شوفوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو كيف يحترم شعبه شوفوا الأمم الأخرى كيف تحترم شعبه ولا يعني أنني أمجد هنا فرنسا ولا أمجد غير أنا جزائري ولكن عندما تتعامل مع فرنسا تد من عندها كل شيء إلا القيم المليحة تد من عندها النفايات الثقافية والإديولوجية والأخلاقية والسياسية ولكن ما تدوش منهم الأشياء المليحة نحن أمة جزائرية عندنا خصوصياتنا وعندنا سياساتنا وعندنا قيامنا من المفروض نتعلم نحافظ على هويتنا نحافظ على ثقافتنا وصلنا الحال لهوي يغيروها ذات التاريخ يزوروا فيه أنتم ما ترجعوننا إلى العهد النوميدي وتحبين تتباهوا بماسي نيسا وعندكم القيد صالح ما زال ما وصلش عام ما زال ما وصلش عام ومجدته ودار له الرئيس يوم أداء القسم أعطاه ويسام ما دهش غيره وكان وكان مسؤول كبير في الدولة وقاد مرحلة حاسمة من عمر الجزائر ورغم ذلك ما تكلمتوش عليه ادفنتوه ما زال ما فاتش عليها منتظروا منكم تحترموا شهداء ماتوا قبل 62 تحترموا مجهدين ابقات منهم عدد قليل على قيد الحياة الآن ما هكذا ما هكذا تبني الأمة وما هكذا تكون الدولة الجمهورية الجديدة كيف ستريدون أن تكون عندنا جمهورية جديدة بهذه الطريقة البائسة ليس هكذا الشعب الجزائري خرج طالب بالتغيير عندما كانت عصابة بوتفليقة تعيث فسادا في الجزائر كنا نعارضها وكان الذين يسبوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف وغيرها يقولوا بأننا أياد خارجية هم الآن نفسهم يسبحوا بحمد تبون ويسمون نحن أياد خارجية ولكنهم في المقابل يرددوا وشكنا نقولوا فيها نحن عن عصابة بوتفليقة وراح يجي اليوم نفسه يرحل تبون ويقولون فيه ما لم يقال فيه بوتفليقة وبعد ذلك أيضا إذا جاء رئيس آخر وشفناه دار الغلط رايح نفسه يسبونا ويخولونا وغيره على الرئيس على الرئيس أن ينتبه والله الذين أمضغوا لحم القيد صالح في عامه الأول من رحيله رح يمضغ لحمه أيضا الدولة التي لا تحترم رجالها ولا تحترم صنع تاريخها سواء اتفقوا عليها واختلفوا ما عليش لو كنتم كنتم تعارضوا في القيد صالح كي كان حي نقولوا نقولوا ممكن جدا ولكن أنتم فطرة معينة قال القيد صالح موجود في التلفزيون الجزائر أكثر مما من المذيعي يوميا تقارير حوله وش قال القيد صالح وراحة وجاء وجاء وفجأة يمنع حتى ظهور صورته وجيت قل لي رانا في مسار إذا كان أنتم نحن تحدثنا وكشفنا بأنكم كنتوا تخططوا لإسقاط تبو وجيتوا وكذبتونا وحرضتوا علينا في مواقع التواصل هاي تبو هو نتيجة المسار تعالقيد صالح يعني معناها القيد صالح ما تحترموه رح تحترمو تبو على الرئيس تبو يعني أنتبه إلى هذا الأمر ويجب ونطالب الرئيس أنه في ذكرى وفاة القيد صالح أنه التلفزيون يتحدث عن هذا الموضوع تجاهلوا غير أخلاقي مع هذا المسار ولا أقول ذلك أنني أسبح بحمد القيد صالح قلت فيه الكثير وكان في عز إمبراطوريتو حتى اليوم اللي تم فيه إقالة الرئيس أو استقالة أبو تفليقة كنت انتقط في ذلك القيد صالح ولكن بعد ذلك لما توفرت لدينا معطيات بينتنا صدق هذا الرجل فهي تلك المرحلة رانا ذكرناها بالخير ونحن أوفياء عندما وقفنا مع ذلك المسار انحرفت الدولة على المسار ننتقد الآن تبون وننتقد شنقريحة لأنه انحرف على مسار أيدناه نحن لم نؤيد القيد صالح بنفسه كشخص ولا رانا تكوننا طمعين في شيء من القيد صالح لو كنا جينا من هذم نطمع الآن في شنقريحة وتبون ونصف قولهم وهما يدفنوا في القيد صالح ساندنا ما صار رأيناه بأنه ينقذ الجزائر ويعيد بنائها ويحدث التغيير لكن انحرفت الدولة وحدثت ردة حقيقية يراها الجزائريين وكم أعيب على ملايين الجزائريين الذين خرجوا وبكوا على القيد صالح في الشوارع وجروا في جنازته يصل بهم الحال الآن ويشوفوا هذا الذي قلدوه هذه الزعامة وهو يمضغ لحمه بهذه الطريقة ويدفن مرة ثانية ويقتل بل يقتل وهو ميت بهذه الطريقة التي لا تتماشى مع القيم ولا مع ثقافة الدولة التي تحترم رجالها وتحترم تاريخها لم أستفد من الجايد صالح شيء ولم أستفد لا من متفليقة ولا من تبون ولا غيره ولا أبحث عن هذه الاستفادات الحمد لله أغناني وأبعدني على أي شيء ولكن للأسف الشديد ما يحدث لا يتماشى لا يتماشى بل أنه سيذهب بالجزائر إلى انسيداد ثاني والله تكون جزائر مفتوحة على كل الاحتمالات إذا كانت في فيبري 2019 وجدت من كان ذلك في ذلك الوقت يقود الجيش وانا حلفت واقسمت ما قردت النواحي وقردت القوات ما كيش يقود دماء وأراد أن لا تسفك دماء الجزائريين المرة هذه والناس اللي عرفوا شنغريحة جيدا يدركون ما نقول وراح يجي في أحد المدخلات القادمة بإذن الله سأحدثكم تفصيلا عن شنغريحة وكيف ممكن تصرف في مثل هذه التحديات هذا ما أردت أن أقوله لكم إخواني الكرام وأؤكد على الدولة الجزائرية يجب أن تتصرف بطريقة الدولة وليس بطريقة العصابة يجب أن تحترم شعبها وتحترم نفسها وتحترم مؤسساتها فها هي فرنسا كيف تحترم شعبها وها هي أمريكا كيف احترمت شعبها مع إصابة ترامب وغيره وغيره من الدول تعلموا من هؤلاء مش تجيبوننا فقط نفاياتهم الثقافية والأخلاقية وما يخدم مصالحكم الذاتية أما ما يخدم الدولة الجزائرية فأنتم ترفسونه تحت أقدامكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله